شكرا لكم العافية الرابع معكم عبد الله من قناة Redbox Gaming فيديو اليوم راح نتكلم فيه عن لعبة Death Stranding Director Cut هذا الفيديو راح تكلم عن جزئتين الجزء الثاني راح يكون عبارة عن تحليل التريلر والجزء الاول راح يكون عبارة عن اهم المعلومات اللي كوجيما بروديكشن صرحه وفيها دخلونا نبدأ في Death Stranding Director Cut بالنسبة للQ&A أو Question and Answer في اهم الاسئلة اللي انطرحت اول سؤال سعر الاضافة والكل يدري الحين ان سعر الاضافة هو 10$ لكن فيه نقطة مهمة لازم تعرفونها اذا انت تملك اي نسخة من الجهاز البلاي ستيشن 4 سواء كانت ستاندر ايديشن أو دلوكس ايديشن فراح يتم ترقية نسختك لجهاز البلاي ستيشن 5 نسخة الـ Director Cut إلى دلوكس ايديشن بعشرة دولار يعني اذا انت تملك الستاندر ايديشن من البلاي ستيشن 4 بعشرة دولار راح تروح حق الدلوكس ايديشن لبلاي ستيشن 5 اذا انت ما تملك اي نسخة للعبة من قبل فراح يكون عبارة عن نسختين تقدر تشتريهم من الستور سواء الدلوكس اديشن او الستاندر اديشن من اهم الاضافات اللي تكلموا عنها في الكيو اناي ولكن ما عرضوها في التريلر ان الاضافات الموجودة في البي سي من شركة فالف او سي دي بروجيكت ريد للعبة سايبر بنك تونتي سبنتي سبن او شركة فالف للعبة هاف لايف سواء القبة اللي يلبسها سان بورتر بريجز للعبة او الدراجة النارية للعبة سايبر بنك تونتي سبنتي سبن وكذلك الاضافات المختلفة اللي تم اضافتها في اللعبة من سايبر بنك تونتي سبنتي سبن بالاشياء كذلك اللي استعرضوها اللعبة راح تملك ستين اطار او اه شنو الرسومات او مستوى الرسومات اللي راح يكون في اللعبة اللعبة في نظامين في نظام الفيداليتي مود واللي راح يكون عبارة عن نيتب فور كي او البرفورمانس مود واللي هو يكون مع ستين اطار في الثانية. نسخة لجهاز لبلاي ستيشن فايف. وركز معي جهاز لبلاي ستيشن فايف. للحين ما تم اي اعلان خاص لأي جهاز ثاني. ولما توقع مني شخصيا انه راح تم اعلان للبي سي. لانا فيها اللعبة راح تصدر تاريخ اربعة وشرين تسعة الفين واحد وعشرين على جهاز البلاي ستيشن فايف. الحين خلونا ننتقل حق اهم الشغلات في التريلر والاشياء اللي انعارضت. هذا الاشياء قريبا يعني شفناها. راح حاول اني اركز على الاشياء الجديدة. هذا الثيم توا والفرايمات اللي شفناها كلها متواجدة في اللعبة الاصلية The Definitive Experience. سام سأنتظر لك على البيتش. سوف نتوقع لك على البيتش. سوف نتوقع لك على البيتش. لكن في الأقل سنكون لدينا أعداء جدد. وكذلك طريقة القتال الجديدة. أنا بورتر. لا أهمي بأن تتحرك بأي شيء. سوف نتوقع لك على البيتش. سوف نتوقع لك على المهمة. خطرة الإزالي من الم throwsس من الفراهن. انظار حاول في الخداقة لك. سوف نظرة الحلوث في الحناس التي كان ينقذ بعد quando نرور. هناك حلوم من الفراهن. هناك Vaseline الأسلحة والرشاشات جديدة. هذا الخارج كحدثني جديدة ماذا عن الأرهن بأن الأسلحة ي sugar, أنها أفضلắc mensen. ما دري شنو دور الاكشن في اللعبة خصوصا ان قواعد اللعبة تقولك مفروض ان انت تبتعد عن الاكشن من غير ذكر التفاصيل تستخدم فيه الاسلحة بعدين مشهد لاحد الشخصيات المهمة في اللعبة هذا المنجنيق اللي يسهل عملية التوصيل اشوفه منافي لقواعد اللعبة لان اللعبة تعتمد على انت نقطة انتقالك بين تضاريس هذه اللعبة وصعوبات اللي تواجهها فهذه الاشياء ممكن تسهل عليك هذه اللعبة ممكن كجيما سمع حق الناس اللي قالوا ان اللعبة مو مملة باستمشي فحب يضيف هذه الشغلات اللي تسهل التوصيل ويحاول انه يجذب اكثر انتباه الناس اللي ما لعبوها كذلك السعر مفسر انه ليشي ويجذب الناس اللي ما لعبوها شوفه من جنيق عندنا جديد مثل ما قلنا قبل كان عندنا الويت وكذلك السبيد فهذا اتوقع شي جديد انه يحاول يساعدك في مهمتك في توصيل الطلبات عندنا اللي كان موجود اصلا في اللعبة الاساسية وكنت اتمنى صراحة اني اقدر استخدمه ولكن كان هو يوصل للطلبات حاليا في الاضافة راح نقدر نستخدمه ويمشي معانا وكذلك ممكن انه تركب عليه مثل ما شايفين ويوصلك الجنبرام صراحة شي جدا استمتعت انه اضافه لانه كانت فيه التضاريس الطويلة اللي بين هذي احاول اني الف علشان اوصل ممكن فيها متعة انه انت تحاول تحصل الاماكن وتحط الدرج وغيره على اساس توصل حق الاماكن اا 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 او او الاماكن المنفصلة بين اا الجبال هذا الشي راح يزيد من الاكشن وكذلك سرعة في توصيل الطلبات عندنا افراجال سيركتس اتوقع هذا جزء من الميني جيم السباقات وغيره علشان اولي حل اللعبة صراحة مو تحمس حق اللي هو اا اا السباقات نيو ستوري ميشنز ركز معاي وراح امشي فريم باي فريم نيه نلقي نضرع على المكان اللي ممكن ندخل فيه حق الستوري ميشن الجديد بعدين نفس المشهد اللي كان في اعلان الدايركتر كات اصلا اللي هو تفتح الباب عن طريق الرادي ونشوف هذا المشهد الثاني اللي هو مكان مدمر وكذلك فيه وجود لتوابيت او اا التوابيت الموجودة في اللعبة الاساسية في المستشفى من غير ما احرق اللي لعب اللعبة راح يفهم لدينا هنا جدا مشهد مهم واللي هو البروتو تايب وواضح ان الميشينات الجديدة راح الروح حق اماكن اه اللي فيها اساس البيبي الشخصية اللي تكون داخل وتكون معاك طوار رحلتك هذا المكان راح يكون عبارة عن او القصة الاساسية لمنشأ كل اللي اه عرفناهم او اللي كذلك سمعنا عنهم في اللعبة بس ما شفناهم فممكن نشوفهم في هذي اه بعدين عندنا هذا الشي اللي اكد ان هذا هو المكان حق البيبي اذا ركز في الكلام مكتوب اه بعدين معروف باللعبة شون يصير البيبي من غير ما احرق اللي لعب اللعبة راح يدري وكذلك نشوف على طرف الفريم فهذا يعني اننا احنا فعلا راح نروح هذا المكان كذلك في طرف الفريم عندنا واكيد اه اه اتوقع هذا المكان الخاص في اصل والتجارب اللي كانت تقوم على اه اساسها هذا المشهد كذلك يوضح ليش كثر كوجيمة للحين يحط هنتات حق متل غير فهذا المشهد على سبيل المثال نفس المشهد موجود في متل غير فور وكذلك متل غير ثري وراح اطلكم صورة عندنا هذا المشهد وكذلك احاءات كوجيمة باشياء خاصة في لعبة متل غير فممكن نشوف ان هذا في اه فاسيليتي او اه مبنى معين وسام بورتر بريجز نشوف معاه روكت لانشر يطلق على احد الاشخاص وينفجر هذا منافع للقواعد الاساسية للعبة عندنا كلمة كيد اللي موجودة في متل غير واجزاء متل غير لان انا ما شفت كلمة في اي جزء من لعبة خلال مسيرتي في لعبة كذلك على طرف نفس الكلمة نشوف علامة التعجب الخاصة في لعبة متل غير احاءات كوجيمة غريبة عجيبة تحس ان مشتاقي حق لعبة متل غير وبنفس الوقت ما يقدر شوي متل الكير فمادري شنو اه وضع كوجيمة خصوصا انه في الاون الاخيرة ردي سوي فولو حق اه كونامي وكونامي كذلك سوت لفولو كل واحد قاعد يعطي لايكات حق الثاني فعالشي مستغرب صراحة من كونامي او من كوجيمة نية حق هذا الفريم واللي اشوفها جدا مهم خصوصا هذا الفريم ولكن هني على طرف الفريم اذا نشوف راح نشوف انه فيه لبس فراجايل وكذلك فيه نفس المرة اللي موجودة في الصور الكبيرة هذي شخصية صراحة يعني على كثر ما زومت اشوفه اهو هيكس بس يمكن يكون فهو ابو فراجايل خصوصا انه مكتوب ولبسه كامل فراجايلز ولكن هذا الشي اللي هو يستخدمه كذلك سام بورتر بريجز لما اه شاف فراجايل وقام يوصل الطلبيات بنيابة عن اه شركة فراجايل في اللعبة الاساسية اشوف انه هذا اه هو حيل قريب من شخصية فممكن نشوف كذلك الاساس لهيكس في اه هذي او المهمات الاساسية اما هذي الشخصية صراحة انا ما شفتها اول مرة في فهمت احمست اني اه اشوف شنو اه دور هذي الشخصية في لعبة خصوصا انه كوجيمة ركز عليها بالفريم فمنه هذي الشخصية هلا ايها ام فراجايل مادري نلعب اللعب اربعة عشرين تسعة ونشوف بعدين الثيم اللي شفناه في نسخة الديركتر كات بعدين i will be waiting for you on the beach صراحة هذا اللي قدرت اشوفها من الفريمات الاضافية اللي اضافها كوجيمة بروتكشن كان هذا فيديو اليوم وكان هذا تحليلي لتريلر الجديد الخاص في لعبة death stranding director cut كما اكم عبدالله من قناة ريد بوكس كيمينغ لا تنسونوا اللايك والاشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء اشوفكم في فيديوهات ثانية مع السلامة اشوفكم في فيديوهات ثانية